مصطلح الإخوة الأعداء يمكن هو أقرب مصطلح ممكن نقوله للي حصل ما بين الأميرة سارة أليسعود وأخوها الأمير تركي بسبب المراس الأخين دول عملوا لمفيش أي حد من العائلات الملكية في العالم كله عملوا القصة بدأت فأسام الشرطة السعودية مروراً بلبنان وانتهت في المحاكم المصرية البداية كانت من عند الأميرة سارة بنت طلال بن عبد العزيز أليسعود سارة قدمت استشكال ضد وزير العدل وأمين عام محكمة جنوب الجيزة وأمين مصلحة الشهر العقاري ورئيس مأمورية شهر عقاري الجيزة عشان يوقفوا تنفيذ الحكم رقم 467 لسنة 2010 جنوب الجيزة الحكم ده قم بيقضي بأحقية أخوها الأمير تركي بأنه يحصل على بعض العقارات والمنقلات الخاصة بها في مصر وقالت الأميرة سارة في الاستشكال اللي قدمه محامها شوق عبد الرحمن إن في خلاف وإعبنها وبين أخوها الأمير تركي بسبب المراس وده بعد ما حاول أخوها إنه يستولى على حقها الشرعي في المراس وبالرغم من إن فيه كتير تدخلوا عشان ينهي الخلافات دي لكن كل المحاولات دي انتهت بالفشل ووصلت الخلافات للمحاكم السعودية وصدرت الأحكام لصلاح الأمير تركي وبعدها تظلمت الأميرة سارة في وزارة العدل السعودية ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام لكن من غير فايدة وقالت كمان إن أطمع أخوها ما وقفتش عند كده لأ ده كمان حاول إنه يستولى على نصبها من العقارات والمنقلات الموجودة في مصر ولبنان والدول الأوروبية وعمل كده عن طريق تقديم وصائق مزورة وحاول إنه يتلعب بقوانين الدول دي عشان يستولى استلاء كامل على حصتها في المراس وقدم أخوها الأمير تركي دعوة لإبطال حصر إرث شرعي صادر من محكمة جدة الكبرى وده هي اعتبرته من الأمور المحذرة شرعا وعشان مراس الأمير سارة بيدموا ممتلكات منقولة وغير منقولة في السعودية ولبنان ومصر وسويسرا ودول تانية قررت إنها تلجأ لقضاء البلاد دي عشان توصل لحقها بعد ما تخزلت في بلدها لكن أخوها حاول إنه يقدم مستندات مزورة عشان يدعم موقفه ده غير كمان إنه كان بيهددها عشان تتنزل عن حقها وكان بيشهر بها في دول كتير وكانت الأميرة سارة بنت طلال بن عبد العزيز ألي سعود قدمت شكوى لقاضي التحقيق الأول في بيروت ضد أخوها الأمير تركي وقاضي العائلة الشيخ أحمد بن السليمان العريني واتهمتهم بتزوير مستندات رسمية عشان يسيطروا على أملكها وعقارتها في لبنان ده غير إدعاء تاني قدمت القاضي التحقيق الأول في جبل لبنان واتهمت في أخوها بتزوير عقد بعقاري وفي ملف الخلاف العائلي السعودي اتهمت الأميرة سارة أخوها بالتواطق مع قاضي العائلة الشيخ أحمد العريني بأنهم استصدروا مجموعة من الإفادات القضائية الصادرة عن قاضي العائلة في السعودية وقالت في إدعاءها إن أخوها والشيخ العريني أصروا على استعمال المستندات المزورة مع علمهم بأن قانون المرافعات السعودي لا يجز للقاضي إصدار قرارات أو إنه حتى يحط إيدوها على أملكة عقارية خارج المملكة السعودية وإن في الإفادات دي ادعى الأمير تركي إن أخته الأميرة سارة بنت طلال اتنازلت عن كل حصاصها في الورث من والدتها الأميرة موضة بنت عبد المحسن بن عبد الرحمن العنقري طليقة الأمير طلال في لبنان ومصر والسعودية وجنين وأكد محامين الأميرة سارة إنها ورثت عن والدتها بعض العقارات في لبنان والمدهع عليه الأول الأمير تركي لورث في نفس العقارات ذاتها والمدهع عليه الثاني قاضي العائلة الحكمة الشيخ العريني اشترك مع المدهع عليه الأول على تزوير مستند في السعودية والمستند ده تضمن وقائع كاذبة وقالوا إنها وقائع صحيحة والأمير تركي استعمل المستندات المزورة دي في لبنان علشان يبطل حصر إرث موضة العنقري وطلبوا القضاء اللبناني بمجابل إدعاء للأمير تركي وقاضي العائلة الحكمة والتحقيق معاهم وملاحقتهم بجرائم التزوير وجريمة استعمال المزور وإبطال المستند المزور وفضلت الأميرة سارة بالدرهية وأخوها الأمير التركي في صراع قانوني بصاب عقارات مراسها من أمهم في لبنان وغيرها من الدول لبنان لوحدها شهدت 18 نزاعا قضائيا بين الأخين غير 5 نزاعات قضائية في مصر و5 نزاعات تانية في جنيف موسيقى 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 موسيقى